في شريط اللي فات تعرفنا على طريقة سجيل المستند محلياً في الحاسوب دينا الآن غنتعرفوا على طريقة سجيل المستند دينا في الحساب سكيدرايف نرجعوا للانجلي فيشياء وفي انجستري سو هنا الفق في واجهة سجيل ديال الورد 2013 عدنا سكيدرايف لنياج اللي تقدروا تسجلوا فيه المستندات ديالكم أي واحدة عند حساب سكيدرايف يمكن لي يستفد من 6 جيجاوكتر ديال الاسباس ليبغو بالمجان ويمكن لي يشرين مزيد لك أنفحاج المجال أكبر لنياج كيمكننا ندخلوا المستند دينا من أي جهاز متصل بالانترنت بالضغط على سو كونكتي كيتلع لنا هاد الرابط نكتبو لدغس ديال الحساب سكيدرايف دينا وندغطو على سويفان بعد لحادات تيتلب مني نكتب لمود باس إذن نكتبو لمود باس وندغطو على سو كونكتي بالتالي كي يظهر لنا هاد الرابط جديد فبالضغط على سكيدرايف دايلت سكول أو على باركو غير مباشرة كيتلع لنا ملفات سكيدرايف ندغطو على ملف المستندات وهنا يمكن لنا نسجل المستند دينا بنفس الطريقة اللي سجلنا بهالمستند السابق في الحاسوب دينا يمكن لكم تختاروا كذلك هنا الاسم اللي كي يناسبكم أو لا تحتفظوا فقط بالاسم اللي عندنا ومن بعد نضغطو على انرجستري هكدا كنكونو سجلنا المستند دينا في سكيدرايف باش نتأكدو من هاد السجيل غنغلقوا المستند نمشيو لانجلي فيشي ومن بعد فرمي نمشيو لنافيغاتور دينا وندخلو الحساب سكيدرايف هنا في لابار يورال نكتبو outlook.com مباشرة بالضغط على انتخي كنتحولو لهاد صفحة outlook ندخلو لادرس والمودباس بعض لاحظات كنتو اجدو بصفحة الاستقبال outlook بواسطة هاد السهم نمشيو لسكيدرايف وهنا في صفحة الاستقبال سكيدرايف نفتحو ملف المستندات كنلاحظو بلالاتخدو موتيفاسيون دينا هي هادي الى ضغط تاليها مباشرة كنتحلينا انابليكاسيون وورد اللي كنتمكننا نشوفو المستند دينا اولين في النواج هاد المستند يمكننا نقومو فيه بأي تغيير او اضافة باتباع الاتي كنمشيو لانجلي فيشي موديفيي ادان يا اما كان بدل المستند دينا في الورد 2013 اللي اندي في الحاسوب ديالي او بستعمال الورد ويباب النسخة المبسطة الورد انلين ادان غنختار نقوم بتغيير المستند في الابليكاسيون وورد ويباب نضغطو الى موديفيه دون الورد ويباب وبعد لحادات كيتحلنا المستند في نسخة وورد مبسطة مع ديزانجلي قلال، فشي، اكي، انساري، ميزانباج، ايفيشاج هاد لزانجلي مع الكماند ديالهم كافيين لابغينا نقومو بأي تغيير على سبيل المثال نبدلو لفرمول دو بوليتاس اللي عدنا هنا في آخر لالتر ديالنا بعبار اخرى او من بعد نضغطو الى انرجستري اللي عدنا في لابر ديالكسي رابيد نخرجو من سكايدرايف بل اوبشيون ديكونكتي من جديد نرجع نحل الورد ديميل تراز نمشو لانجلي فشي ومن بعد اوفغير يا اما نضغطو الى هاد الرابط او نضغطو الى باركو غير مباشرة كاتلالينا هاد النافذة نضغطو الى الميلف المستندات او من بعد على لالتر دو موتيفاسيون بعد لحادات كيدهر لنا بلي لا فرميل دو بوليتاس فعلا تبدلات تعرفنا على كل ما كيتعلق بتسجيل مستند في الحساب سكايدرايف ديالنا كما شفتو الورد ديميل تراز في امتيازات كتيرة والمزيد اكيد غنتعرفو علي في الشارط المقبل